رحيم كاظم عياده هو آني أخوه والمجزرة هاي صارت بهم الشهداء والدخوي هذا الرجل فقير وهذا الرجل مسكين وهذا الرجل يتهمونه بالمخدرات وهو مسكين يتغاضرات بعاطلين عن العمل وهذا الرجل طبت لقوة ساعة بالوحدة الظهور وبدأت قاتل به لحد سبعة العصر لثمانية بالليل زيانه هو داخل المنزل واطفاله وياه وولد بناته وياه عشرين وواحد وعشرين نفس وياه يعني هسا وردتنا معلومات من التغرير الطبي يقولون من الطبي يقولون أكو طفل ثاء يعني صار واحد وعشرين العدد لأن المره حامل وعته طفل أربعة شهر هسا العدد صار واحد وعشرين لأن حسب المعلومات من الطب العدلي فهذا الرجل مسكين وهذا الرجل احنا هاي نمثلها عبادة جماعية يعني ليش يشهد طفل هذا يقتل يعني طفل عمره سبع تيام يعني طفل عمره سنة طفل عمره سنتين ثلاث سنين أربع سنوات اطفال ليش هاي تقتل فإحنا بالنسبة أنه هاي نقول هاي الأسلحة اللي ضربته رحيم رحيم كاظ معيادة الغريري اللي ضربته هاي الأسلحة أسلحة محرمة ضربوه بالقاذفات وضربوه بالسيل الدموع وضربوه وأكضاب بسوات طاب عليهم ومقتل الأطفال اللي باقي بيروح يعني كاتله زيان ليش هالجرائم هاي هاي نحنا نسميها إبادة جماعية ليش طيب ليش هالجرائم يعني اليوم رئيس جهاز الأمن الواطني يعني بالتحقيق الشفاف نعم 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 يعني نتحدث عن مطلبكم الرئيسي يعني قلت بأنكم تطالبون بالتحقيق الشفاف يعني حدثنا أكثر هل من موعد محدد لكشف موعد هذه التحقيقات شيخ حسن والله بالنسبة للمعهود احنا ما ندري بي يعني وعدونا وعدونا الأجهزة الأمنية وجاءنا اليوم جتنا اللجنة وجتنا اللجنة وسووا التحقيق بهذا الشيء وسووا التحقيق وإحنا وعدنا سيدي كاظمي بأن هو يشرف على التحقيق وريد يعني ريد جهوده هو لازم هو يشرف على التحقيق شوية حتى الشغلة الصير يعني مثل أبو يقول أضبط طيب يعني هل ستلتزمون بالسياقات القانونية لكشف الملابسات أيضا تحديد المقصرين أم ربما ستلجأون إلى وسائل أخرى شيخ حسن والله بالنسبة للمقصرين أكو قانون يأخذ جزاهم العادل المقصرين حالوهم للقضاء للقضاء والقضاء هو اللي يأخذ جزاهم العادل ينحالون للمحاكم شكوا شكوا القوات الأمنية اللي طلعوا وضربهم وقتلهم وحرقهم يعني جريمة نكراء ما لها علاج يعني ما لها علاج يعني بيت محترق أطفال تدبح ليش؟ وأسلحة محرمة أسلحة محرمة يعني أسلحة تضرب هاي الأطفال فإحنا الناشدة سيدي كاظمي الناشدة لازم هو يشرف على التحقيق وريد الشغلة سريعة ليش يتشي؟ ليش هاي الجرائم؟ هاي الجرائم ضد الإنسانية هاي إبادة جماعية ليش يتشي؟ طيب شيخ يعني أنتم نحن صارنا اليوم ثلاث يام أربعة يام الناشد فيه ما جاي يجينا كقبيلة لغريريش نعم أسمعك حذرتم من ظاهرة صناعة المتهم حدثنا أكثر عن هذه الظاهرة وأيضا عن طبيعة تخوفاتكم في هذا الخصوص صناعة المتهم المتهم لبحوه سووا إبادة جماعية ويتهمونها بالمخدرات سووا إبادة جماعية ويتهمونها أرهابي زياني اليوم اتمت العشائر الكريمة مع المشروع المسيب والرشايد المنطقة المجاورة فمن اتمت العشائر العشائر قاتلهم هذا نزكيه صار سبعين سنة نازل يمنى من أبو جد زياني يعني يعني يقتله ويتهمه بذريعة الإرهاب يقتله ويتهمه عنده مخدرات إنسان مسكين يعني ليه شي شي يعني تذبحنه وتتهمنه بالمخدرات فهو على هذا يعني نعم ذبحه سووا إبادة جماعية ويضع شوالها هاي ما المخدرات إذن أشكر الرجل ما عنده شي والرجل مسكين وإنسان فقير اشتركوا في القناة